المكتبة السمعية للعلامة المفسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يسر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم قراءة تفسير السعدي بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت يقول تعالى مبينا لما يكون في يوم القيامة من تغير الأجرام العظام إذا السماء انشقت أي انفطرت وتمايز بعضها من بعض وانتثرت نجومها وخسف بشمسها وقمرها وأذنت لربها وحقت وأذنت لربها أي استمعت لأمره وألقت سمعها وأصاخت لخطابه وحق لها ذلك فإنها مسخرة مدبرة تحت مسخر ملك عظيم لا يعصى أمره ولا يخالف حكمه وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وإذا الأرض مدت أي رجفت وارتجت ونسفت عليها جبالها ودك ما عليها من بناء ومعلم فسويت ومدها الله تعالى مد الأديم حتى صارت واسعة جدا تسع أهل الموقف على كثرتهم فتصير قاعا صفصفا لا ترى فيه عوجا ولا أمتا وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها من الأموات والكنوز وتخلت منهم فإنه ينفخ في الصور فتخرج الأموات من الأجداث إلى وجه الأرض وتخرج الأرض كنوزها حتى تكون كالسطوان العظيم يشاهده الخلق ويتحسرون على ما هم فيه يتنافسون وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كاذح إلى ربك كدحا فملاقيه أي إنك ساع إلى الله وعامل بأوامره ونواهيه ومتقرب إليه إما بالخير وإما بالشر ثم تلاقي الله يوم القيامة فلا تعدم منه جزاء بالفضل إن كنت سعيدا أو بالعدل إن كنت شقيا ولهذا ذكر تفصيل الجزاء فقال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فأما من أوتي كتابه بيمينه وهم أهل السعادة فسوف يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض اليسير على الله فيقرره الله بذنوبه حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك قال الله تعالى له إني قد سترتها عليك في الدنيا فأنا أسترها لك اليوم وينقلب إلى أهله مسرورا وينقلب إلى أهله في الجنة مسرورا لأنه نجى من العذاب وفاز بالثواب وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحوق وأما من أوتي كتابه وراء ظهره أي بشماله من خلفه فسوف يدعو ثبورا من الخزي والفضيحة وما يجد في كتابه من الأعمال التي قدمها ولم يتوب منها ويصلى سعيرا أي تحيط به السعير من كل جانب ويقلب على عذابها وذلك لأنه في الدنيا كان في أهله مسرورا لا يخطر البعث على باله وقد أساء ولم يظن أنه راجع إلى ربه وموقوف بين يديه بلى إن ربه كان به بصيرا فلا يحسن أن يتركه سدى لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب فلا أقسم بالشفق أقسم في هذا الموضع بآيات الليل فأقسم بالشفق الذي هو بقية نور الشمس الذي هو مفتتح الليل والليل وما وسق أي احتوى عليه من حيوانات وغيرها والقمر إلى التسق أي امتلأ نورا بإبداره وذلك أحسن ما يكون وأكثر منافع والمقسم عليه قوله لتركبن طبقا عن طبق لتركبن أي أيها الناس طبقا عن طبق أي أطوارا متعددة وأحوالا متباينة من اللطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى نفخ الروح ثم يكون وليدا وطفلا ثم مميزا ثم يجري عليه قلم التكليف والأمر والنهي ثم يموت بعد ذلك ثم يبعث ويجازى بأعماله فهذه الطبقات المختلفة الجارية على العبد دالة على أن الله وحده هو المعبود الموحد المدبر لعباده بحكمته ورحمته وأن العبد فقير عاجز تحت تدبير العزيز الرحيم ومع هذا فكثير من الناس لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون أي لا يخضعون للقرآن ولا ينقادون لأوامره ونواهيه بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون أي يعاندون الحق بعدما تبين فلا يستغرب عدم إيمانهم وعدم قيادهم للقرآن فإن المكذب بالحق عنادا لا حيلة فيه فالله أعلم بما يوعون أي بما يعملونه وينوونه سرا فالله يعلم سرهم وجهرهم وسيجزيهم بأعمالهم ولهذا قال فبشرهم بعذاب أليم وسميت البشارة بشارة لأنها تؤثر في البشرة سرورا أو غما فهذه حال أكثر الناس التكذيب بالقرآن وعدم الإيمان به إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون ومن الناس فريق هداهم الله فآمنوا بالله وقبلوا ما جاءت به الرسل فآمنوا وعملوا الصالحات فهؤلاء لهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع بل هو أجر دائم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ترجمة نانسي قنقر